مرم الله ينضم إلي عبد الفتح دولة المتحدث باسم حركة فتح أستاذ عبد الفتح أهلا بكم معنا سأبدأ من التقرير الذي تابعناه مع زميلنا غسان أبو لوز والتقرير أيضا الذي سبقه وهو موضوع الاجتياح البري ولكن برأيكم لماذا هذا التأرجح بهذا الاجتياح البري يعني منذ عشرة أيام ونحن نستمع بأن الاجتياح البري أصبح وشيكان ولكن حتى الآن يبدو بأن هناك تجنب إلى حد ما لهذا الاجتياح أنتم كيف تنظرون إلى هذا الأمر مساء الخير لك سيدتي لمشاهدينك الكرام ولمن يتابعون هذه المحطة العروبية التي وقفت بجد على ما يحدث في فلسطين ونقلت صوتنا كما ينبغي فكل التحية والتقدير نعم المرحلة الحرب ستدخل مرحلة مختلفة عن المرحلة الأولى وهي ستأخذ طابع الهجوم البري لكن ما ذكر ووصف في تحليلكم والتقرير الأخير الذي استمعت إليه كنت أرى المعركة بهذا الشكل التي قدمتها ولربما هذا ما سيحدث في المرحلة الثانية من العدوان على شعبنا في قطاع غزة لماذا الإرجاء برأيك إرجاء التنفيذ حتى الآن؟ هل هذه الزيارات المكوكية لرؤساء العالم ووزراء الخارجية ورؤساء الوزراء إلى المنطقة؟ هل هو وراء هذا التأجيل؟ وهل من الممكن أن إسرائيل تقبل تجنب هذا الاشتياح البري لحسم الحرب؟ لا أعتقد أن هذا الحراك في اعتقاد الحراك الحاصل لأن المجتمع الدولي بات يخجل من نفسه على حجم المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا في قطاع غزة وكان جزء كبير من هذا العالم داعما لها مساندا معنويا وبالسلاح وبالصواريخ التي ربما كانت سببا في مجزرة مشفى المعمداني وهو ليس مشفى فقط وهو كنيس إنجيلي أيضا التردد الاحتلال هو في اعتقادي لأكثر من سبب السبب الأول هو أراد جاهدا أن يدفع الشعب الفلسطيني من الهجرة القصرية من الشمال إلى الجنوب والقصد بالجنوب إلى سيناء لأنه كان جزء من المخطط هو هجرة قصرية ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني هي جزء من مخطط حكومة الاحتلال وجزء من مشروع أمريكي في المنطقة وبالتالي استضم هذه المحاولة بسمود الشعب الفلسطيني في أرضه ورفض فلسطيني كامل وموحد لهجرة قصرية وقالوا نموت في أرضنا ولا نرحل وأيضا موقف مصري وأردني وموقف عام رفضوا فيه التهجير القصري هو أراد منه تهجيرا قصريا وتخفيف من حجم وعدد السكان الموجودين في الشمال حتى يتسنى له التقدم بالطريقة التي يريدها ثم ثانيا هو يخشى من الدخول إلى القطاع هو يعلم أنه سيخسر كثيرا وبشكل موضوعي نحن أيضا سنخسر كثيرا لن تكون المعركة الأرضية سهلة الاحتلال يبحث عن نصر أمام ما حصل له وهو لم يكتفي بكل هذه الدماء التي أزهقت في فلسطين أستاذ دولة اليوم سيد خالد مشعل كان ضيفا على شاشة العربية وقال بأنه يده مفتوحة لفتح هل هناك نية من التواصل مثلا مع حماس من أجل مواجهة ما يجري الآن في غزة هل حان هذا الوقت هل هناك من أي أبواب من الممكن أن تفتح بين الجانبين الآن هذا الموقف لربما لما استمعه الشيخ خالد مشعل من فتح منذ اللحظة الأولى ونحن نقول أن هذه المرحلة مرحلة وحدة كنا نود أن نصل إليها قبل أن ندخل في أي معركة كنا نرى أنها ستكون حتمية أمام مجازر وجرائم الاحتلال في الضفة لكن دخلنا المعركة دون ذلك وأول ما صدر عن حركة فتح وقيادة حركة فتح في اليوم الأول من المعركة في بيان اللجنة المركزية كانت النقطة الأولى في بيان قيادة حركة فتح أننا يجب أن نمتن وأن نذهب إلى وحدة حقيقية وحدة ميدانية وحدة نضالية نعم المسئولية تحتم اليوم على حماس وعلى حركة فتح وكل القوى لأن نحصد نتائج هذه المعركة التي لم ندخلها معا أن نحصد نتائجها معا بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ومستقبل وجود الشعب الفلسطيني في الأرض برأيك القرارات الآن يجب أن تأخذ بشكل جماعي من كافة الفصائل لأن زملتنا رشا سألته أنه أنتم أخذتم قرار هذه الحرب بشكل أحادي هو أجابها الرئيس أبو مازن أيضا كان ياخد قرارات سياسية ولا يعود إلى أحد هل حان الوقت الآن أن تتخذ القرارات بشكل من كافة الأطراف من أجل مواجهة ومن أجل حماية ما يجري في غزة وحماية الأبرياء حقيقة نعم أوافق لكن الفرق أن الرئيس محمود عباس كان يأخذ قرارات سياسية لأنه يمثل للشعب الفلسطيني وهو على رأس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي كنا نريد أن تكون حماس جزءا منها وهي نأت بنفسها عن نظمة التحرير ولذلك يأخذ الرئيس هذه القرارات لكن حتى الرئيس هو من بادر بعد مجزرة جنين ودعا إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين وكان آخر في العالمين لأن الرئيس تنبه جيدا أن المرحلة صعبة وتتطلب موقفا واحدا نضاليا وسياسيا نقاتل فيه معا ونناضل فيه معا على كل الأصعدة وبكل الوسائل المتاحة للشعب الفلسطيني والمشروع دوليا ولذلك كان سيد الرئيس هو أول من تنبه لأهمية هكذا وحدة وطنية مطلوبة استاذ دولة أنا انتهى وقت ولكن المنتج سمح لي أن أسأل بعض سؤال لأنه يجب أن نسأله أيضا السيد خالد مشعل خلال هذه المقابلة العربية استذكر حرب 73 بشكل مكثف إلى أي حد حماس من الممكن أن تخرج من هذه المعركة بحل كبير كما حصل سنة 73 وكان ديفيد وماذا سيكون دوركم أنتم؟ بموقف فلسطيني واحد وموحد بمسؤولية فلسطينية جماعية من حماس وفتح ومن الكل أن يدرك فكيها أن أي حل سياسي قادم إن لم يكن الشعب الفلسطيني موحدا في النضال من أجل بلوغه لم يبلغه نحن في فتح وصلنا رسالة للاحتلال أن القطاع لا يعيش بمعزل عن غزة وأن حماس جزء أصيل من هذا الشعب وأن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لذلك علينا أن نكون وحدة سياسية واحدة حتى نحصد ذلك إن لم نكن لن نحصد وستذهب نتائج هذه المعركة دون نتائج حقيقية للصالح الفلسطيني من المهم أن نتنبه لهذه المسؤولية وعلى الشيخ خالد مشعل أن يفتح خطا للتواصل لن يجده صعبا حتى نصل إلى موقف سياسي موحد نحصد فيه نتائج ما حصل شكرا لك المزيد من الأضرار على الشعب الفلسطيني من رمال الله كنت نايا عبد الفتاح دولة المتحدث بسم حركة فتح أهلا بك